ينضم إلينا من باريس عماد عون المستشار الإعلامي لمنظمة طباء بلا حدود في الشرق الأوسط عبر الهاتف عماد أهلا وسهلا بك معنا هل لك أن تحدثنا أكثر عن أهمية هذا اليوم وأبعاد التوعية به بحكم الحاجة الماسة والضرورية لأن يتم رفع مستوى الوعي والتثقيف بين الأهالي حول كيفية التعامل مع الألغام وغيرها من أنواع المتفجرات طبعا يعني هو اليوم بشكل أساسي يوم هدفه زيادة التوعية وزيادة التوعية في الرأي العام وتسليط الضوء على مشكلة الألغام خاصة أن هذه المشكلة في معظم الأحيان تكون في البلدان التي عانت على فترة طويلة من الحروب ومن ثم بعد انتهاء الحروب نرى عند عودة الأهالي أو عند عودة العائلات إلى منازلهم كما نرى حاليا في مناطق شمال شرق سوريا هي عندما تبدأ هذه المشكلة تظهر ببواترها وبالتالي هناك طبعا صرخة بأن مع انتهاء الحرب المحاطم التي تواجه المدنيين لا تمتهي وبذلك يجب تسليط الضوء والضوء الأعلامي والضوء الرأي العام على هذه المشكلة التي تستمر لفترة طويلة في بعض الأحيان بعد انتهاء الحرب ولكن التغطية يوجود عليها بسبب أن الأعلام بالإجمال يركز على الحروبات والمشاكل الأخرى طيب يعني أستاذ عماد أنتم كمنظمة ما هو دوركم على الأرض الجهود المبدولة لنزع الألغام هذا الموت المتربس بالمدنيين يعني كمنظمة طبية حاليا على سبيل التال في العراق وفي شمال شرق سوريا حيث الوضع نسبيا هذا تركيزنا هو على معالجة الأشخاص المصابين بالألغام في سوريا حاليا في شمال شرق سوريا في محافظات دايل الزور الحسكية الرقة هناك عدد كبير من الأهال الذين يعودون إلى منازلهم ليجدوا أنها مفخصة أغراض المتزلية اليومية كالفخرات والفرش والاستجاد والبرادات مفخصة عند الاستعمال تنفجر فبالتالي يصدم هؤلاء البرادة و هذه الحالات إلى مستشفى في شمال شرق سوريا وعندها يتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لمعالجة الوضع ولكن بنفس الوقت وبسبب تلك الأرقام التي نراها في العراق في سوريا في البلدان الأخرى نناشد المنظمات المختصة بنزع الألغام والسلطات المحلية التي بالإجمال هي معنية بزيادة الوعي مع السكان ضمن السكان نناشدها بأتخاذ الأجرات اللازمة لنزع الألغام لمسح المناطق التي يعودوا إليها السكان حاليا وإلى نشر الوعي بناحية كيفية معرفة أين يدعى اللغم كيفية تفكيكه وفي حال انفجر اللغم ما هي الإصعافات الأولية الضرورية طيب معظم ضحايا الألغام هم من الأطفال تجدونهم في المشافي الميدانية الواصلة لكم لماذا الأطفال أستاذ عماد؟ المشكلة مشكلتين أولا لأن الأطفال في معظم الأحوال لا يدركون ما هو شكل الصاروخ أو ما هو شكل اللغم فهم في بعظم الحالات يتوجهون إلى هذا الشكل الغريب ويرفعونه على الأرض وبالتالي هم معرضون أكثر من غيرهم من انفجارات ولكن هناك ناحية أخرى لهذه المشكلة هي أن كما نراه في شمال شرك سوريا حاليا هو أن العديد من الألعاب الأطفال هي مفخصة فبالتالي هناك استهداف للأطفال من أي جهة كان لإذاء الأطفال عبر هذه الألعاب التي خلفوها في منازلهم عندما نزحوا ويعودون إليها لكنها الآن أصبح مفخصة فهي بالتالي مشكلتين يعني أولها أن الأطفال غير متركين ما هي أشكال هذه الألغام وهناك مشكلة أخرى هي استهداف الألغام عبر الألعاب الأطفال نعم أستاذ عماد عون المستشار الإعلامي لمنظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط كنت معنا عبر الهاتف من باريس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر